كما قال الشاعر العارف قال إذا أنت كلت ألفي رطل خمر لم تصر سكرانة إذا أنت لم تشربي ما ينفعش يظل تتكلم في العرفان وتصوف الذكر والصلاح وطي الزمان وبسط الزمان ما لم تدخل التجربة بإذن الله تعالى وتصير مصداقا لها مش حينفع ورحمة الله على محمد إقبال قال ليس كل من درس النحل أكل العسل في كثير من الناس يتخصصوا في النحل ولكن يقولون عسل فهذا هو كما قلت لكم الفرق بين العلم والعرفان الفرق بين العالم والعارف بالله مش كل عالم عارف فالعالم دون ما يقول والعارف فوق ما يقول فوق ما يقول أنا بسميها بلغة البسيطة بسميها النسخة الخاصة من الإيمان وبأطالب نفسي وبأطالب كل واحد بقول لابد أن يكون لنا نسخنا الخاصة من الإيمان أما إيمان عبد بنعم يسين وابن تيمية والطبراني وأقر الكتاب وأحفظه وأظل تكلم في الإيمان والتوحيد وعمري 15 سنة كما أتكلم فيه بعد ذلك وعمري 70 سنة والله هذه خيبة كبيرة وخسران مبين حقيقة في نزلين كتابة علماء كبار متخصصين وبيترسل في الجامعات يتكلم في قضايا الإيمان كما كان يتكلم قبل 60 سنة يا أخي أين نسختكم الخاصة أنت؟ ملكيش تجربة إيمانية أنت؟ لابد يقول لك تجربة إيمانية خاصة مع الله تبارك وتعالى مولانا جايدي الرومي قدس الله وسره بقول إيش اللي بصير قال مخازنة من أربعين سنة قال وهي فارغة من القمح قال لابد أن الفارغ تسللت إلى مخازن قمحنا الرياء والكذب وكذا أكيد فيه أشياء ولذلك لا يوجد محصول متديم من أربعين سنة بشوف نفسي الآن بدل إيمانية ما يعظم ويتألق ويصف ويشف ويرخ متراجع ومتكلس ومتجمد ومتحجر وعلى ما صحيح فيه ناس يا أخواني بدل أن يحلوا وأن يصفوا لما بكبر من المؤمنين بتلاقيه يصلب ويتجمد ويصبحي أكثر سوءا لأنه ما عندهوش تجربة إيمانية حية فلابد إيا أن تكون التجربة الإيمانية فعلا تجربة ذاتية ونسخة خاصة وحية هذا يحتاج إلى قدر كبير من اليقظى الروحية من اليقظى الروحية يعني مرات أنا بحذر وحذرت نفسه وحذرت من نفسه كمان بحذر من علماء الدين لما يتطاول عليهم الأمد ما ربنا قال هيك ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبلكم فطال عليهم عليهم الأمد فقسد قلوبهم أحيانا بتشوف العالم بكبر مسكينها والداعية بكبر بسعون وستين سنة يصبح متهتكا والعذو بالله ويعطي فتاوى للسلطان ويعطي إشاء فظيعة ويحلل إيمان حرم الله ومتساهل ويعتبر نفسك أنه هذا الدين ملكية خاصة له وعنده الحق أنه يدخل فيما شاء ويطلع منه لمنعنا خلص إليه خمسين سنة في الدعوة لأنه هذا مسكين قسى قلبه وكان ممكن يكون الحكس لو كان يقضان وصاحيا كان هذا في هذه السن أنا أقول لكم مش هكون عارب مفتي هكون عارب بالله كبيرا جدا جدا بإذن الله يرب الناس بالنظرات بإذن الله بركاته والله وتحيي القلوب ولا ما الصحيح حلوله بين الناس أنه يبع عليه السلام أنتوا لاحظوا في الآيات الكريمة لما سيدنا إبراهيم دعا إيش قال ربنا ويبعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم أنا أقول لكم هذا تقريبا دروب الأنبياء جميعا تعليم وتربة كدأ وتزكية إلا محمدا صلى الله عليه وسلم حالة استثنائية تماما لما الله أخبر الآن عاد عن الواقع وقرر الحقيقة إيش قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم وبعدين ويعلمهم الكتابة والحكمة غير دعوت إبراهيم حالة استثنائية ولم الصحيح في سورة ألي عمران نفس الشيء ويزكيهم ويعلمهم لذلك لما يجي واحد زي الإمام بن جليل الطبري يروي بإسناد الصحيح عن أبي بن كحب اللي الرسول أمر أن يستمع القرآن منه وقال له أذكرته هناك وقعد يبكي صحابة الجليل أبي بن كحب سمع مرة النبي كيف يجيز قراءات مختلفة يقول أبي النبي أقرأني هذه الصورة بطريقة وأجل رجل آخر والنبي أقره على قراءة مختلفة قال فوقع في قلبي من الشك لا والذي كان في الجاهلية شك أبي في القصة كلها لا يكون هذا ليس نبي يطلع وضحك علينا وخدعنا ولا يكون في شيء مسكين خلاص الأمور التاثت عنده آه شاية فتنة قال فكأن النبي أذن علم فنضع إلي وضرب بكفه الشريف في صدري مربي لو عالم كان رحه بي كان كفر خلاص النبي ما هو عالم وكذا النبي سيد العارفين سيد المتصلين طولع بحال الرجل مباشرة قال فضربه بكفه الشريف في صدري وقال يا شيطان أخرج أخرج قال فارفضت عرق عرق شديد جدا 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 ولكأني أنظر إلى ربي فرقة كأني رأيت الله في اللحظة هذه أنقذها الرسول بماذا ببركته بسره القوي الباتع الماتع كما يقال مش بالمعلومات والكلمات والآيات لأنه يزكي النبي بعث للتزكية فإحنا هذا ما نطلوب يا أختي هذا الكلام مطلوب من الجميع أن يكون لنا هذه التجربة المتواصلة مع الله تبارك وتعالى عشان نقدر نزكي من حولنا ونزكي أنفسنا مش بس نحلم ونتكلم هذه ولذلك قيل بحق قيل من لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه العالم والذي تشوفه إذا ما تستفيدش من خلقته حاب تشوفه تحس فيه نور إلهي لا تحاولش تسمعه حتى تعب لفسك مش حينفعك في نهاية المطار فأنا معاك وبعاك أشد على يدك وهذا المطلوب حقيقة آه